بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوة الأعزاء متابعي ومشاهدي القناة في هذا الفيديو سأحدثكم عن نوع من أحجار المجوهرات يسمى هذا الحجار بالأوبسيديان أنتم الآن تشاهدون صورا لأحجار خام من الأوبسيديان بأشكال متنوعة ومختلفة الأوبسيديان في الحقيقة هو نوع من الزجاج البركاني الذي يتشكل في اللافا أو الحمم البركانية عندما تتدفق من البراكين وتتبرد بعدها هذه الحمم بسرعة مسببة تجمد السيليكا وتحولها إلى أوبسيديان الأوبسيديان يتركب بمعظمه من السيليكا لذلك يتواجد الأوبسيديان عادة على حواف تدفق الحمم البركانية وعلى أطراف الفتحات البركانية وفي المناطق التي تهبط فيها اللافا في مياه الأنهار أو البحار يمكن أن يأتي الأوبسيديان باللون الأسود وهو اللون الأكثر شيوعا كما يمكن أن يأتي باللون البني ومنهما يأتي بلون أصفر إلى البرتقال القليل من الأوبسيديان يمكن أن يكون بلون أزرق أو أحمر أو أصفر كما يمكن أن يأتي الأوبسيديان بلون أخضر وجد الأوبسيديان في أماكن كثيرة حول العالم ويتواجد عادة في المناطق ذات النشاط البركاني الحديث نسبيا الذي لا يزيد في عمره عن عدة مئات آلاف من السنوات حيث وجد في بلدات كثيرة منها الأرجنتين وكندا والشيلي وإكوادور واليونان وقواتيمالا وهنغاريا وأندونيسيا وإيطاليا واليابان وروسيا عند طرق حواف الأوبسيديان فإنه يعطي تكسرات منحنية ذات سماكة قليلة باتجاه الخارج لذلك يمكن منه صناع أدوات حادة لذلك استخدمه الإنسان قديما لصنع السكاكين والسهام والرماح في العصر الحجري إخوتي الكرام أنتم الآن تشاهدون صورا لأحجار من الأوبسيديان تم قصها وتشكيلها وصقلها بأشكال متنوعة وألوان مختلفة بالنسبة لأسعار الأوبسيديان فإنها تتفاوت من 1 إلى 5 دولارات للجرام ويمكن أن يتجاوز السعر ذلك في بعض الأنواع ذات الشفافية والألوان النقية والصقل الجميل يمكن أن يصل سعر الجرام في بعض الأنواع إلى 10 دولارات للجرام ويمكن أن يزيد السعر عن ذلك لأنواع الأوبسيديان ذات التموجات اللونية يمكننا تمييز أحجار الأوبسيديان من خلال معرفة كثافته إذ أنه يتمتع بكثافة تتفاوت من 2.36 ولغاية 2.6 كما يمكن تمييز الأوبسيديان من خلال معرفة قساوته إذ أنه يتمتع بقساوة تتفاوت من 5 إلى 6 درجات على مقياس موس في نهاية هذا المقطع أرجو أن يكون المقطع قد حاز على إعجابكم إن أعجبكم المقطع أرجو الضغط على إشارة لايك وسبسكرايب للاشتراك في القناة لمتابعة كل ما هو جديد لنا من مقاطع وأيضا لمتابعة مقاطعنا القديمة وكذلك تشجيعا لنا لبذل المزيد من الجهد لإعداد الفيديوهات التي تتعلق بعلوم الأحجار الكريمة والعلوم المتنوعة وإن شاء الله نحن مستمرون في ذلك إلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى بإذن الله عز وجل بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته